ونتحول المشاهدين الكرام إلى الشأن العراقي وكما ذكرنا أن في العراق الجيش يتقدم في الرمادي ومعبر الوليد الحدودي مع سوريا في قبضة داعش ولا التعليق على هذا الأمر ينضم إلينا الآن الأساس عبد المطلب النقيب الكاتب والمحلل السياسي العراقي بداية أساس عبد المطلب قراءتك للوضع الحالي في الرمادي ما هي؟ الوضع في الرمادي لا زال وضع قلق وغير مستقر حيث تتشهد القبات العراقية والحجب الشعبي في قاعدة الحبانية القاعدة الجوية قاعدة الحبانية استعدادا للدخول إلى تحرير الرمادي من براسم الإرهابيين الداعشيين ولكن هناك أدة أمور حدثت اليوم حيث صرح وزير الدفاع الأمريكي أن الجيش العراقي لم يكن بواجبه في الدفاع عن الرمادي ورد عليه السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي مختارا من هذه الكلمة وقال أن الجيش العراقي يؤدي واجبه ويقوم بواجبه بشكل جيد هذه تعتبر مثلما في العلاقات العراقية الأمريكية ولكن نحن نعرف أن الولايات المتحدة هي السبب كل هذه المشاكل التي يحدث في العراق وخاصة امتناعها عن التسليح الجيد للقوات العراقية فالقطعات العراقية الآن مع الحجب الشعبي مع العشائر جاهزة للتقدم وخاصة تقدمت وأخذت جزء من الصينية وهي تطوق بعض الأجزاء من الرمادي وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سوف تستطاعت أن تدخل الرمادي ستنهي هذه المشكلة يبدأ التحذير في مناطق أخرى رغم أن جاعش وجهت ضربة جديدة وهي احتلال منفذ الوليد الحجودي مع سوريا أي أصبح المنفذين السوري والعراقي تحت سيطرة القوات الإرهابية ولذلك نجد أن المحافظة الأنبار بشكل عام تتعقد وخاصة داعش قامت بالهجمات على المجمع السكني لقاعدة البغدادي وتحاول أن تجر القوات العراقية إلى أكثر من معركة وخاصة في حديثة والبغدادي ومن ثم الرمادي ومن ثم في منطقة الوليد الحجودي إذن الأمور صعبة وتحتاج إلى تخطيط بمستوى عالي نعم أستاذ عبد المطلب النقيبة الكتب والمحل السياسي العراقي شكرا لك على هذه المدخلة أعلنت الأمم المتحدة عن إرجاء مفاوضات السلام حول اليمن والتي كانت مقررة في جناف هذا الشهر دون تحديد مواعد آخر يتي هذا بعدما أكد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أن الحكومة لن تشارك في مؤتمر جناف ما لم يمتثل الحوثيون لقرار مجلس الأمن والقادي بانسحابهم من المدن التي سيطروا عليها لأجل غير مسمى أجلت مباحثات السلام اليمني وأعلنت الأمم المتحدة تأجيل المباحثات بعدما كانت ستجرى على أرض جنيف في الثامن والعشرين من مايو الجاري قرار ربما جاء كاستجابة لطلب تقدم به الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي لا مشاورات قبل ضمانات هكذا طالب هادي في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون رسالة كان أبرز ما فيها تأجيل المؤتمر وتوفير ضمانات عديدة قبل المشاركة ومطالبة الحوثيين بتطبيق القرار الدولي الذي نص على الانسحاب من المدن ووقف القتال استمرار الميليشيات الحوثية والمخلوع علي صالح في ممارسة العدوان داخل الأراضي اليمنية ومحاولات الحوثيين المتكررة لاستفزاز دول الجوار كان دافعا للحكومة اليمنية بقيادة هادي للاعتذار عن عدم حضور اجتماع جينيف تمسك الحكومة اليمنية بموقفها ربما قلص بوادر الأمل لكن في المقابل أبدت الحكومة حرصها وترحيبها بجهود الأمم المتحدة واستعدادها للتعاون لحل الأزمة اليمنية اعتذار لم يأتي من فراغ فعلى أرض اليمن المعارك مستمرة وبعد اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين المدعومين بقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مدينة الضالع جنوب اليمن سيطر مسلح المقاومة الشعبية فيها على عدة مواقع عسكرية للحوثيين وخلال معارك أشبه بقتال شوارع خلفت وراءها قتلى من الجانبين سقطت بعض المواقع من بينها الخزان والجرباء ومعسكر الأمن العام بيد مسلح المقاومة الشعبية غانمين العديد من الأسلحة ناجح في الاستيلاء على الآليات والعربات العسكرية بين قتال نهايته مؤجلة ومفاوضات مرجأة ينتظر اليمن المصير حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس اليوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولميرت بالسجن لثمانية أشهر وذلك لقبوله لأموال على نحو غير قانوني من دعم أمريكي أدين أولميرت في مارس الماضي في عادة محاكمته وآتي الحكم ليضاف إلى حكم بالسجن لست سنوات صادر في العام الماضي في قضية رشوة أدين بها كان أولميرت قد تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 وأجبر على الاستقالة في مطلع 2009 بسبب التهمات بالفساد بضي النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل الموجة الحارة مستمرة طوال الأسبوع وذروتها غدا وبعد غد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة